على الرؤوس والارواح نائمة كانت مستأمنة ليلها تنهل الصواريخ الاسرائيلية على اطفال ونساء غزة في البيوت ويصرخ طفل كصرخة اول طفل مذ ان بدأ عمر النكبة واليوم تعاد نكبة جديدة يحترق عليها العالم قهرا من مشرقه وحتى مغربه كل هذا يحدث في بقعة صغيرة تسمى غزة وهي الشاهدة اليوم على عدوان لا يفرق بين كبير او صغير الجميع هنا مهدد بالموت وتطول قائمة الشهداء يتحرك مجلس الامن الدولي والامم باكملها مطالبة باقاف الهجمات الصاروخية على القطاع فيما لم تتوقف العملية العسكرية التي يبررها رئيس الوزراء الاسرائيلي على انها ضد ارهابيين يقصد بهذا فصائل فلسطينية توجه رشقاتها الصاروخية على مستوطنات اسرائيل لم تهدأ الهجمات منذ اسبوع كان الشيخ جراح الحي الذي اشعل فتيلها بعد اتداءات مستوطنين على صائمين لحظة الافطار لطردهم من منازلهم صراخت القدس اذا واعلنت دفاعها عن المسجد والقبة وحقهم في مدينتهم لكن اسرائيل فعلت ما تفعله في كل مرة فكانت ردود الفعل في غزة موقع الحدث الدموي الذي يكشف الاهالي عن انه الاخطر والاكثر تدميرا في كل الحروب السابقة التي شنتها اسرائيل الفصائل كان لها قول مختلف فهي التي تريد الرد على قتل الاطفال والنساء والشيوخ ما حول مشاهد مختلفة في تل ابيب ومناطق خاضعة لسلطة اسرائيل الى مشاهد حرق واستهداف لمناطق واسعة تريد الفصائل من خلال عملياتها ان تلزم الجيش الاسرائيلي باقاف عملياته العسكرية ضد المدنيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر